اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان مقاتلة منترا سوخوي تابعة لها دمرت زورق استطلاع اوكريني في البحر الاسود وفي سياق اخر اكدت الوزارة التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على موسكو ومقاطعة بريانسك حذرت كوريا الشمالية من ان التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تؤدي الى حرب نووية حرارية ووصفت بيونج يونج المناورات المشتركة التي بدأتها سول وواشنطن اليوم بانها ذات طابع عدواني تتواصل المواجهات المسلحة بين الجيش السهوداني والدعم السريع في عدد من الاحياء القديمة بمدينة اومدرمان وافد شهود عيان بان اشتباكات اليوم قلت وطيرتها عن امس ولم تشهد استخدام سلاح المدفعية حتى الان تواجه اليونان حرائق غابات مستعرة ادت الى مقتل شخصين واجبرت على عمليات اجلاء واسعة النطاق في ثاني موجة خلال شهر وقالت متحدثة باسم ادارة الاطفاء في اليونان ان هناك تسع جبهات نشطة مع توقعات بتوسعها نتيجة رياح واستمرار ارتفاع درجات الحرارة اعلنت وزارة البترول اكتشافاً بترولياً جديداً في منطقة امتياد جسوم وطويلة غرب خليق السويس وعربت الوزارة ان الكشف الجديد يوفر انتاجاً من الزيت الخام باجمالي ثلاثة وعشرين الف برميل يومياً مقارنة بنحو اربعة الاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جسوم الشمالية